ميد بريس تقدم أبرز العناوين نادي الأهل للبطولة بانون لاعب مميز ويزخر بمؤهلات عالية وسنتم من بعض الإجراءات قبل تقديمه رسميا الكاف يفرح الرجاء البيداوي بهذا الشيء عشر لاعبين على الطاولة تراجأ خلال المركات الصيفي قبل أن نكمل لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصلك بالجديد النادي الأهلاوي بانون لاعب مميز ويزخر بمؤهلات عالية وسنقوم ببعض الإجراءات قبل تقديمه رسميا تعقيد مكونات النادي الأهلاوي أمالا عريضة على المغرب بضربانون مدافع الرجاء الرياضي الذي من المتوقع أن ينضم رسميا إلى الفريق الرسمي في الأيام القليلة القادمة في أولى محطاته وتجاربه الكروية خارج أرض الوطن وقال جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي الأحمر في تصريح خاصة بالبطولة هناك بعض الإجراءات التي سنتممها في الأيام القليلة القادمة قبل الإعلام بشكل رسمي عن انضمام بضربانون للنادي الأهلي قادما إليه من الرجاء الرياضي وأردف بانون بالتأكيد لاعب جيد ومميز ويزخر بإمكانيات ومؤهلات عالية نأمل أن يقدم الإضافة وأن يكون مرضوده داخل الفريق في مستوى التطلعات وأن ينال كذلك تقتل جمهور المتابعين هنا وكان بانون قد خاد آخر مباراة بقميص نصور الخضر قبل الاحتراف بمصر وجمعت فريقه بنظير الزمالك ضمن إياب نصف نهائي دور أبطار إفراقيا وسيلتحق الدول المغرب بصفوف الأهل بموجب عقد يمتد إلى ثلاث مواسم مع تقاضي قرابة المليون دولار كراتب سنوي الكاف يفرح الرجاء البيضاوي بهذا الشيء سيحصل كل من فريقي الويداد والراجاء الرياضيين لكرة القدم على 875 مليون سنتيم لكل واحد منهما من الاتحاد الإفراقي بعد خسارتهما في نصف نهائي دور أبطار إفراقيا بينما ستحصل الجامعة على 87 مقابل تأهل كل فريق مغربي للنصف ليصل مجموع مداخل الجامعة إلى 175 مليون سنتيم وتقضي لوائح الكونفيدرالية الإفراقية على حصول هيئات المشرفة على شؤول كرة المغربية على 5% من المبلغ الذي يتوصل به الفريق من مشاركته القارية وكان الرجاء والويداد قد وصل لنصف نهائي دور الأبطار قبل أن يودع أمام مموتي الكرة المصرية الزمالك والأهل على التوالي فيما تمكن نهضة بركان من الفوز بكأس كونفيدرالي عقب تفوقي على بيراميدس المصري عشر لاعبين على طاولة الرجاء خلال المركات الصيفي يواجه المكتب المدير للرجاء الرياضي لكرة القدم انتقادات شديدة من قبل أنصاره ومشجعيه بسبب تأخرهم في تعزيز صفوف فريقي بلاعبين جدد خلال المركات الصيفي الجاري خاصة أن المباريات أخيرة في الدور الاحترافي ودور أبطال إفراقية عرت مراكز الخصاص التي يشكو منها الفريق الأخضر ولن تكون إدارة الرجاء الرياضي مطالبة بمعالجة ملف المركات الصيفي الحالي إذ ستكون مجبرة على أيضا تدبير لاعبها المعارين الذين عادوا للفريق بعد نهاية الموسم الكراوي الجاري وتواجه إدارة الرجاء الرياضي بعد انتهاء الموسم الكراوي الجاري أزمة عديدة في قائمة الفريق الأخضر عقب عودة اللاعب المعاري لأندي أخرى حيث أصبحت القائمة فوق العدد المسموح لها وفق لوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمحددة في 25 لاعبا خلال الموسم وستكون إدارة الرجاء مطالبة بمعالجة هذا الملف بعد عودة كل من عمران فيدي المعاري الجمعية الرياضية السلاوية وسعد كوحال معاري ويدات مارا وشادي ياكيري العائد من تجربة فاشلة من دي بورتيفو لكورونيا إضافة له شام إصلاح وحسن بوعين وأيوب جولال عبد الرزاق غزوت وياسين نجيما واردوال كروي ثم المهدي فري المعاري لفريق شباب الرياضي السالم يذكر أن جمس لمي مدرب الرجاء الرياضي أكد في تصريح سابق لتلتميوستين سبور أنه أجل مناقشة ملف لائحة الرجاء للموسم المقبل إلى غاية انتهاء الموسم الكروي الماضي الذي ضفر خلاله الفريق الأخضر بلقب البطولة الوطنية الاحترافية وأضع خلاله الفوز بلقب دور أبطال إفريقيا جماهير الرجاء تطالب إدارة فريقها بمكافأة زنيتي طالب عدد كبير من أنصار فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم المكتب المسير للنصور بالتحرك لمكافأة أنزنيتي حارس مرمى الفريق بعد العروض القوية التي قدمها منذ التحاق بالفريق وجددت الجماهير الرجوية طالبها لإدارة فريقيا بضرورة تجديد عقد أنزنيتي الذي يعتبر من بين أحسن عناصر الرجاء وحطم رقما قياسيا في عدد المباريات التي خادها بقميصه منذ التحاقه بقبل خمس سنوات وتدرك الجماهير الرجوية ومعها الطاقم التقني للفريق أهم يزنيتي وقيمته في مرمى النصور الخضر إذ كان تألقه وراء عودة الفريق لمنصة التتويج آخر والفوز بدرع الدوري الاحترافي وقبل منح ناديه شرف رفقة ثلاث كؤوس لقب كأس العرش وكأس كونفيدرالي الإفريقية إلى جانب كأس سوبر أمام الترجي التونسي العانيد تجدر الإشارة إلى أن عقد أنزنيتي سينتهي خلال شهر يونيو القادم ما جعل أنصار القلعة الخضراء يطالبون بتمديد عقده خوفا من مغادرة الرجاء خاصة وأن الفريق لم يفاتحه بعد بشأن تمديد عقده برقوق لن أندم على اختيار ألوان منتخب المغرب عبر الدول المغرب أيمن برقوق لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم عن سعادته باللاعب للمنتخب الوطني في تجمع أكتوبر الأخير منشيرا إلى أنه السدعية من جديد لخوض مبارتي الأسود أمام إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفراقي للأمم المقرر سنة 2022 وخلال حواره مع أحد المواقع الألمانية تحدث المهاجم المغربي عن كواليس استدعائه إلى المنتخب المغربي وعن موسمه الجديد مع إنتراخت فرانكفورت وبدايته الجيدة مع المجموعة بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب الإصابات وشيرا إلى عودته إلى ناديه الحالي بعد تجربة احترافية سابقة وأبدى المهاجم المغربي سعادته بكل تجربة يخوض وحالية وقال بخصوص ذلك أنا شخص إيجابي من جميع النواحي أحب الضحك كثيرا وألعب الكرة بحماس وشغف كبيرين وبخصوص رفضي اللاعب مع المنتخب المغربي في وقت سابق بعدما حمل سابقا قميص الفئات السنية للمنتخب الألماني 16 مباراة دولية من تحت 16 إلى 21 سنة أوضح أيمن برقوق قائلا كان ذلك الطلب قبل عامين ولم أكن مساعدا بعد كان الوقت مبكرا جدا وعندما اتصل بمدرب المنتخب المغربي واحد خالي لوزيتش قبل أسابيع قليل كنت جاهزا لقد جازفت ولم أندم على ذلك وظهر الدول المغربي لأول مرة في مباراة أسود ضد السينيغال في أكتوبر ولعب مباراة الدولية الثانية ضد الكونغو وقد تم استقباله بشكل جيد في المنتخب المغربي وكان متحمسا للدفاع عن ألوانه وقال أيمن برقوق الذي لعب في أوفن باشر كيكرز وإنتراخت عندما كان صغيرا لدينا مركز جدريب رائع في الرباط ووالدي فخوران بأنني اخترت الدفاع عن قميص المنتخب المغربي ترجمة نانسي قنقر